سوف نكمل شرح الشيط ستة الخاص برجل الديوز السؤال الثاني لو انا مثلا عندي سيركت زي كده طبعا اتفنا ان اي سيركت بالمنظر ده احنا مش يعني مش برما دايما متعودين على الحاجة زي كده احنا متعودين بس على سيركت تكون دايود والسيركت تيبقى قلوس دي يعني يبقى عندي حاجة زي كده مثلا وعندي مقاومة وحتى لو عندي مقاومات تانية براليل بس في الاخر بيبقى عندي السيركت معروف بدايتها ومعروف نهايتها فسهلة اول ان انا اعرف ان فين البوستيب متوصل بالبوستيب ولا لا واقدر اقول على طول ان الديوز ده متوصل فرورد الريفيرس لكن سيركت بالمنظر ده انا مش عارفة الكارنت ماشي منين لفين وبالتالي انا معرفش ده مثلا معرفش هو الحتة دي بوستيب ولا لا كلمتها بوستيب ولا لا عشان اقدر اقول ان الديوز ده فرورد او كزلك بالنسبة للديوز ده فاللي بيحصل ان السيركت اللي بتكون بالمنظر ده انا باضطر امشي في طريقة الحل على حاجة اسمها السامشت بأسيوم يعني بافترض بافترض ان الديوز فورورد واحل المسألة وبعدين بشوف القيمة اللي هتطلع في الاخر الكارنت اللي بيعدي في الديوز لو كان الكارنت اللي بيعدي في الديوز ده متوافق مع الاسمشن خلاص بقول الاسمشن ده كوريكت اسمشن لو كان كنت الكارنت مش متوافق بقول ان انا رونج اسمشن الكارنت كنت متوافق ولا متوافق ازاي لو انت اقول يعني انت فورورد يعني يبقى فيه كارنت يعني لازم يكون الكارنت اللي بيعدي مثلا لو انت قلت ان الديوز الاولاني انا بطردت ان الديوز الاولاني اون تمام يبقى لازم الكارنت اللي بيعدي في الديوز الاولاني ما له يكون اكبر من الزيرو رجم يكون لان يبقى فيه كرنت بيعدي صح? لو انت عملت assumption انك ضيود يعتبر on وطلع لك الكرنت بعد من الحساب بتلعه اكبر من 0 يبقى انت correct assumption. لو كنت عملت assumption هو on وكان الكرنت بتاعك كان اقل من 0 يبقى انت الوقت ايه wrong assumption. طبعا العكس لو انت كنت عامل assumption انت off. والكرنت بتاعك كان اكبر من 0 يبقى ده طبعا فيه مشكلة. ده كده wrong assumption. لكن لو انت كنت عامل assumption انت off والكرنت اقل من 0 يبقى تمام. ليه لان طبيعه off يبقى ما فيش current يبقى الكرنت لازم يكون اقل من 0. اه اتمنى طبعا الدنيا دي تبقى واضحة ونحول بقى نحل المسألة دي given الفهم ده. طيب مبدئيا انا لما بيكون عندي ضيود واحد فانا عندي احتمالين ان الضيود ده يما on يما off. طب لو انا عندي اتنين ضيود فانا عندي اربع احتمالات اما واحد on والتاني off او واحد on والتاني on او ان الاولاني أصلا كان off والتاني on أو الأولاني off والتاني on الأربع احتمالات يعني. on و on off و off فإلا يحصل لو أنا عندي الاثنين ضيوت دول فأفترض أن مثلا الاثنين ضيوت دول يعتبر on. واشوف القيام لازم القيام بتاع الكرنت اللي بيعد في الضيوت الأولاني والكرنت اللي بيعد في الضيوت الثاني يكون أكبر من الزيرو عشان يبقى الاثنين بتاعي صح. لأن النص المفترض إنه أنا أقول. هل في بعض المسائل ممكن من أول مرة يجي لك إن الاثنين بتاعك صح أول وممكن مثلا تحاول تعمل الاثنين يطلع لك إن القيام غلط فأتطرر أن تتمل الاثنين تاني. فأنت قدامك فحل المسألة الوحدة دي أربع احتمالات. أنت بحظك بقى يما أن تحتمال أولا يطلع في الأول أول احتمال أنت عملته أو أي أول الأسنين صحة عندك. أنت عملته. هو ده اللي يكون الحل. أول أنت بقى قدامك تحل المسألة بأربع طرق عشان توصل للاحتمال الصحة أو لنتيجة أو الأسنين مشان الصحة. فالعادي إن يعني مش من المنطق يعني إن إحنا نسيبها لك مفتوحة بحيث إن إنت تحل الأربع احتمالات عشان وقت الامتحان. فأبي يفضل إن أنا بديك أي هنت كده أقول لك خد بالك إن الداود الأولاني هيبقى أون. مثلا. تروح بقى أنت عارف إن الداود الثاني يم أون يم وقف. فإحنا بس ممكن نقول في الامتحان إن أسعى يعني أضيق عليك الاحتمالات وقول لك إن الأولاني أون مثلا. وإنت تبقى قدامك احتمالي الثاني يبقى أون أو أف. فأنت تحل المسألة على احتمالين اتنين بس. اللي هو أون وقف وأن وأن. لأن أنت متأكد أن الأولاني أون لأن أنا مديه لك. طبعا مش دي رول في الامتحان يعني أنا بس بتكلم إن ده منطق يعني عشان ما ناخدش نحل المسألة بفوقت كتير. فمن ضمن الحلول إن أنا أقول لك هنت مثلا في نهاية السؤال كده أقول لك هنت إن الداود الأولاني يعتبر أون. أوكي. نهاية السؤال. الداود الأولاني أون. فأنت تروح إيه لإيه خلاص يبقى الداود الثاني يئما أون يئما أوف. فأنت هتحل المسألة على أساس أون وون. صح كده أون دي وون دي. أو أن تتحل لها على أساس أون ووف اللي هو الداود الأولاني أون. وداود تنقف. طيب. خلنا بس نحن المسألة دي كده ونشوف الدنيا ممكن تبشي فيها إزاي. بقول لك هنا using the constant voltage drop VD ب7 من 10. find the values of labeled voltage and current. هات القيم current ال current الهنا والcurrent الهنا والV الهنا باستخدام given يعني الداود اللي موجود هنا نعتبر constant voltage drop. constant voltage drop يعني بتقال volt بقيمة ثابتة وقيمة 7 من 10. اللي هو رجل الداود اللي هننتكلم عليه. رأس. طبعا يعني في بعض الأحيان يعني أو إن إحنا ساعات بنكتب هنا الفان الأنسر بحيث أن أنت بعد ما تحل تبقى عارف أن السؤال رقم ايه الداود الأولين الواتنين دي يبقى الصح ليهم أنهم بقى بقون ودي قيم ال current اللي هنا وهنا وهنا. طيب طبعا إحنا ممكن نبدأ على طول بما إن أنا مديك هنا الاتنين قون وأبدأ أحل على طول أو ممكن أقول لك مثلا في بي بيقول لك هنا إن الداود الأولين هو off والتاني on ممكن أبدأ على طول أقول لك إن off و on طب إفرد أنا مش عارفة زي ما أقول لك إيه يعني أولا ممكن أقول لك hint ثانيا ممكن إن إنت أصلا يقاب لك في المسألة إن إنت تطارد تعمل اتنين أصلا مشا طب خلينا بس يعني سبنا من كل ال introduction دي كلها لو أنا عندي سؤال زي كده أعمل إيه؟ طيب أولا أنا هتطارد إن الداود الأولاني on كي إني معرفش إذا كنت أقسمش نصح أو الغلط الداود الأولاني on والداود الثاني on كي فأنا متوقع إن الكارنت اللي هيعدي في الداود الأولاني لازم يكون أكبر من zero هو هنا بيقول لك الكارنت اللي هيعدي في الداود الثاني نازم يكون أكبر من zero كي طيب هو هنا بيقول لك الكارنت اللي بعد في الداود نسميه i وده i d2 بس سبنا من الأسماء إحنا نطلع وبعدين إني بقى نشوف أوكي طيب لو أنا فردت إن الداود الأولاني ده يعتبر on خليني مثلا أنا أسمي الفرق جوة عن نوطة دي vb وأسمي الفرق جوة عن نوطة دي أسميها va عادي يعني أو العكس يعني ممكن تلاقي في حل الدي بي و مش مشكلة فدلوقتي أنا عرفنا الداود دي أعتبر كون ناسي نتقول شو ضروب ديود فهقول Vaut بيساوي Vn نقصة عام عشر Vaut هيساوي Vn نقصة عام عشر تمام دي رول اللي هي معين Vn نقص عام عشر Vaut بتاع الداود الأولاني بكام Vaut اللي هي النقطة دي يبقى Vb هيساوي صح؟ هيساوي إيه؟ هيساوي Vn اللي هي النقطة دي اللي هي الزيرو يعني زيرو ناقص سبعة من عشر يعني Vb هتساوي السلف سبعة من عشر طيب عايزة جيب Vn بالنسبة للدهود التاني يعني لو استخدمت نفس الرول دي اللي بيساوي Vn ناس سبعة من عشر هيبقى هايبقى إن دي النقطة دي يعتبر هي Vaut بنسبة للديود فهيبقى عندي Vb هيساوي وانا عرفة Vb أصلا هيبقى عندي السالف ساعة من عشر أيساوي Vn ناقص سبعة من عشر ده معناه إن Vb بكام بزيرو طيب أنا كده عرفت كمتة Vb فأنا عايزة بقى أشوف كمتة الكرنت اللي بيعدي يعني هو لو قال لي هتلك كمتة Vd هطلع لك بزيرو يعني لو إحنا بصنا في المسألة ولكن V بزيرو بولت زيرو بمين أصدع Vb يعني طبعا Vb عند النقطة دي هو هواء V حوالين الدايود طيب فأنا دلوقتي Vab0 عايزة يجيب كمتة الكرنت اللي بيعدي في كل مبدئين عشان أعرف كمتة الكرنت لازم أعرف السركة اللي قدام دي الكرنت فماشي فيها فأنا في جاية فأنا باللوقتي عارفة إن القيمة دي بزيرو وأعرف القيمة دي بسالف ساعة من عشرة وقيمة دي بزيرو وقيمة دي بعشرة وقيمة دي بسالف عشرة والكرنت بيمشي من الكبير للصغير فيمشي هنا من عشرة للصفر فيمشي بالاتجاهة ده صح كده أو خلص تقول عشرة أصلا للسلب عشرة فيمشي كده بزيرو بتقول لهم مع بعض فالكرنت يابقى ماشي كده ومن الصفر لسلب عشرة فالكارنت يابقى ماشي كده ومن سلب سابعة لسلب عشرة يابقى ماشي كده ده معنا مانا إيه؟ إن لو أنت اعتبرت إن الكرنت اللي بيعدي في الداوضب العبن اسمه I1 itself في الضود التاني اسمه اي اتنين. والكرنت اللي بيعدي هنا اسمه اي تلاتة. هيبقى انا عندي ان اي واحد بيساوي اي تلاتة بيساوي اي واحد زي اي اتنيني يعني الكرة اللي بعد في دوج'. طيب رنت نقدر نجيب buy Yi ازاي هسا賣 Mills. Jáis نقدر نجيب آي آى ثلاثة مساعلن ازاي honestly هجيبها هاتزاوي اسم و ايه هاتزاوي الذي ناقص الذي هو السالب س000 من عشرة. آآ ناقص ناقص ناكص عشرة ناقص الفرق الجود التاني ما هو ناقص عشرة. آآا على الخمس. تحسب تطلع الرقم ده وهيطلع رقم مجب. وبعدين تحسب مسلا كارنت التاني. طبعا الكارنت اللي بيعاد في داود التاني هو هو الكارنت اللي بيعاد في المقامة دي لانه ما سيرس. فممكن اقول ان دي الاي تري. لو عايز اجيب الاي اتنين. هلاقي ان الاي اتنين بتساوي الكارنت اللي بيعاد في المقامة عشرة اللي هو عشرة ناقص سفر على عشرة. اطلع لي بواحد. واحد ايه? واحد ملي امبيل انا تضيب لكيب. واحد ملي امبيل. اه المفروض بعد كده الاي واحد هتساوي الاي سري ناقص اي واحد لان انت عندك هنا اه اه عرفت ان الاي سري بيساوي اي واحد زي اتنين يبقى لو جبت ده وجبت ده تعرف تجيب كمت الاي واحد. اوكي? فهيطلع لك ان الاي واحد برقم بوستيد برضو. يعني طبعا ان نحتاج shot بس تتطلع على الرقم بتاع المعدة دي و الارقم بتاع المعدة دي بترحم من وبعد كنته اجيب كمت الاي واحد وهتلاقي ان الاي واحد برقم اقبل من زيرو يعني الاستمشن ده صاح لان الكرنت انا متوكمة an الكرنت اولانية اكبر من زيرو هيطلع اكبر من زيرو. ابتعدد Nicki how'd it اطلع اكبر من زيرو فهيطلع يبقى. الاستمشن متاع ساخ. اوكي? خلانينحに السؤال التاني اللي هو رقم بيه اللي هو اللي احنا هنعمله الاول مرة هيب اغلبت اوكي لما نعايز نحل المسألة رقم بي هنمشي برضو بنفس الطريقة هنفترض ان الدايود الاولاني اون الدايود الاولاني اون والدايود التاني اون الدايود التاني اون و هنبدأ بقى نتعامل بالرول بتاعت البي اوت بيساوي البي اون نقص 7 من 10 بيساوي البي اون نقص 7 من 10 ده معناه ان ان انا لو عايز اجيب البي بتاعت الدايود الاولاني هشوف البي اون بتاعته كام والبي اون بتاعته كام تمام عشر هبけ因為 النقصه يعاني او كام الاولاني في البي اون بتاعته ضيرها وهتراح من الساعة 10 هاتري New هندمتكم هانيا有人 يبقى some اه اه المهات هيساوي 0 من الساعة 10 til 80 زي bucks المسأل هو يوس ويساوي ساعة من طيب عايز يج começou الػف هي النقطة دي اسمها في ايه. ال في ايه. هطلع بزيرو برضو زي المسألة اللي فاتت لانها نفس التركيبة. فال في ايه هطلع بزيرو. طيب. آآ. عايزين بقى نشوف الكرنت انت جاي الكرنت عامل ازاي? هي تعريبا نفس السيركة بزبط الاختلاف بس ان المقاومة دي قد عشرة بقت هنا خمسة والمقاومة دي خمسة بقت هنا عشرة. طبعا ده هي فرقة فجمت الكرنت اللي بيعد في البرانش ده. طيب. آآ. عايزين نشوف اتجاه الكرنت هلائع ان انت عندك هنا صفر وهنا آآ 3 100 يبقى yeبقى يمشي من الكبرل الصغير فاومشي كده. يمشي فالاتجاه ده و هنا عندي عشرة هتمشي في توصل لس глубь عشرة يقامي في التجاه من الكبرل الصغير طيب. و сознبى سلب 7 عليه سلب عشرة يمكن هيمشي كده. و معايا هنا higher اي وان زي اي تو بيساوي اي سري اجيب اي سري كده اللي هو ماشي بالاتجاه ده ماشي بالاتجاه ده كده بيساوي سالف سبعة من عشرة برضو زي المسالفات سالف سبعة من عشرة ناقص ناقص عشرة على عشرة لكن لو عايز اجيب ال اي تو او الاية اللي بيعدت في الداود التاني هيساوي كرانت اللي بيعدت في المقامة 5 لانهما سيريز مع بعض ده كرانت اللي هنا هيساوي كرانت اللي بيعدت لانهما سيريز هيساوي عشرة ناقص صفر على 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 5 لما تيجي تطلع القيم دي بالآلة الرقم ده يعني خلينا شوفها لك كده ده بكم الاقي مسلا الكرانت اللي بيعدي في الاية دنين باتنين لكن الاية التانية مسلا بواحد بتسعة وتلاتة ماشي تسعة وتلاتة كرانت ده هيبقى بعلامة تسعة تلاتة انا نكتب تحت كده عشان من الأحمر تعالى الاية سري هيساوي علامة تسعة تلاتة أو تسعة تلاتة وتسعين من مية لكن الاية تو هيساوي اثنين وانا مسلا عايزة اقول ان الاية سري الاية سري بيساوي الاية واحد زائد الاية تنين هلاقي مسلا ان انا عشان اجيب الكامت الاي واحد الاي واحد هتساوي اللي هو الرقم الكبير اللي هو ده تلاتة تسعة من مية ناقس اثنين فالاي واحد يبقى رقم أقل من السفر طبعا ده غلط لان انا اصلا ايلا ناديه واحد ان يعني متوقعنا الكارنة بتاعها مية اللي يكون بقى اكبر من السفر انا طلعت لك ان الاي واحد بقلم السفر بقى الاسمشن ده غلط لما بيكون النتائج بيش متوافقه مع الاسمشن وحنا سنعمل الاسمشن ليه لان شكل السيركت ده غريب علينا هو بقاش عارفة ضيوت في اللحظة دي اللي انا شايفها او في السيركت دي متوصلة ببوزطف او بالنجد فبرايح بمات وبعمل الاسمشن خلينا مثلا دولات انا عملت اون و اون تلع غلط فقدامي الثلاث احتمالات التانيين وطبعا عشان وقت الفيديو وعشان انا اصلا معارفة الحل ايه فهنعمل الاسمشن بتاع اوف و اون الحل الصح هو اوف و اون فخلينا نتأكد كده ونشوف اوف و اون ده هيبقى هو الصح ازاي خلينا بس نمسح كده ولا نعمل ايه عشان مش عايز نمسح كل الحاجات نعمل اصمشن ان اوف و اون دولة اول اوف و دولة اتاني اون عملت اصلا مشن ان دولة اول اوف ده معنا ان الجزء ده مش موجود معايا تمام فالسركت دي هتحول لايه هتحول لحاجة زي كده هيبقى ده بس اللي معايا هيدي السركت وطبعا لو انا عملت اوف يبقى كده الكرنت اللي بيعادك دولة مالو بزيرو ال اي دي واحد ال اي دي واحد بزيرو انت قلتو ان هو اوفي بقى خلص ما فيش كانت بيعادك دي زيرو دني اوبن سيركت يعني طيب السيركت دي احنا ممكن نبص لها يعني بدل العاوجة دي خالص هي اصلا ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده ادي مقاومة و ادي ديود و ادي مقاومة دي سالب عشرة و دي عشرة و دي ديود و دي هن خمسة و دي عشرة هي السيركت بقت كده فانا محتاجة بس اعرف فرق و دي عن النوطة دي فرق و دي عن النوطة دي اوكي سمى مثلا نوطة دي اسمها Vx سمى نوطة دي اسمها Vy تمام؟ اللي هو هبدايته نخليها بتسميها Vn يعني شموك نسميها Vn او Vb او Vb عمستخليها Vn و دي Vout اوكي طيب انا دلوقتي عايز اجيبكم V اللي حوالي ديود و برضو عايز اجيب ال ال اللي بعدي هنا هنا و عايز الكرنت اللي بعدي هنا لانه هو دلوقتي عايز اجيب ال ID اللي احنا سمناها بزيرو لانها دي ال I بتاع الدول الأولين وال VD احنا نجيبها هو عايز اجيب ال ID 2 او الكرنت اللي بعدي في مقامر خبصة لانهما سيرس فعايزين نجيب الكرنت هنا عايزين نجيب ال Vn تمام؟ طيب مش عارفة ممكن نحلها ازاي يعني بنفكر يعني انا بسا بساعة كلام ده عشان السيرك بتبقى جمع بعضها واضحة طيب هنعمل ايه؟ انا مسلا ممكن اقول ان الكرنت اللي بعدي في الجزء ده بيساوي الكرنت اللي بعدي في الجزء ده دي انا عارفاها يعني انا اول حاجة عارفاها ان ال Vn ال Vout ال Vout بيساوي ال Vn نقص 7 من 10 تمام؟ دي انا عارفاها اوكي؟ وعارفة كمان ان ان الكرنت اللي بعدي في السيرس بيساوي بعض ده هيساوي ده فممكن اقول ايه؟ ان الكرنت اللي فوق اللي هو 10 نقص ال Vn على على 5 هيساوي ال Vout او الكرنت اللي بيعد هنا يعني هيساوي ال Vout نقص نقص 10 على العشرة اوكي؟ دي كده معادلة دي مثلا دي الرول التانية يعني او اللي انا ايه؟ ده الحاجات اللي ظهرة قدامي ما عارفش حل مسألة ازاي فاللا يساوي دلوقتي هيكون عندك معادلة في المتغير واحد ومعادلة في المتغير معادلة في المتغيرين فالمفروض مسلا اشيل ال Vout وحط بدلها ال Vn ال 18 اوكي؟ هتبقى معادلة فيها Vn بس يعني هنا Vn هسيبها وال Vout اشيلها وحط بدلها ال ايه؟ كمتها ليه هنا معادلة دي ولما اشيلها هحط Vn هيبقى هنا Vn وهيبقى هنا Vn هحلة جب كمت ال Vn وبعد كده هحلة جب كمت ال Vout لان اصلا ال Vout في علاقة بينها وبين Vn خلينا نشوف لكم قيم ايه بالظبط ال Vout وال Vn ال Assumption التاني ال Vout فيه واحدة بسابعة وفيه واحدة 10 هممكن نعرف يعني نعمل ايه ال V ميناس ال V بساو كذا فيه 19 مش مشكلة يعني الرقم الارقام هنحلها هنجيب ال Vn وال Vout تمام بعد ما جبنا ال Vn وال Vout تقدر اقول لك ايه الكرمت اللي هنا بكايم اعرف ايه على طول لانه عايش هو عايش بقى في الحتة دي اللي هو دي الكرمت اللي اسم ID2 بيساوي ايه بيساوي عشرة اللي هو هنا ناقص البر الجود اللي هنا اللي هو Vn يبقى يساوي ناقص Vn على الخمس تمام ده حل المسألة دي شوف كده الارقام ال الصمشن الصح اون اوف و اون و V ب 3 و 5 و I ب 0 و المفضل طبعا نقول ID2 كام يعني اوكي ده حل المسألة دي طبعا و ال نحن طبعا ال اوكي اوكي و بس اعيز ارقام بس يعني طبعا المسألتين اللي بعد كده دول زيهم بالظبط نفس الفكرة بالظبط يعني الاختلاف بس اني ستركت اختلفت بس انا همشي بنفس الطريقة ان انا عندي اتنين ضعود ستركت غريبة هضطر ان انا اعمل استمشل قدام اربع احتمالات اما جرب الاربع اما هو يديني هنت ان انا يديني عليها بحيث ان يقول لي مثلا دولين غن فانا اكمل بقى ان انا مقدمش غريبا احتمالات تانين طيب واحدة واحدة كده لو عايز اشتغل على السؤال رقم يعني السؤال رقم 3 عن point A طيب انا افترض ان انا on و on وبالتالي فانا متوقع ان الكرنت اللي بيعدي في الديود الاولاني يكون اكبر من الزيرو والكرنت اللي بيعدي في الديود الثاني يكون برضو اكبر من الزيرو دي زيرو ودي زيرو ودي واحد ودي اثنين اوكي وده انا قصد على دي واحد وقصد على دي اثنين طيب بما انه on one فالرول بتاعة ال vn نقص ال vn قصدي بتساوي ال vn vn نقص 18 من ال vn ومن ال vn بتاعة ديود اه عندي مثلا الديود الاولاني ده ال m بتاعه سميها vn وهنا مثلا نسميه النقطة دي اسمها vb تماما الديود الاولاني ال m بتاعه اسمه vn فانا معايا vn نقص 17 صح بتساوي ال vn اللي بزيرو تحلي تشوف كونة ال a اوكي طيب طيب ونتلا بساعة من عشر طيب اه بعد كده انا عايز اجيب انا نفس نفس ال رول دي في الديود التاني هيبقى قدل اين اللي هو ال vn نقص ال اه اه فيبعايا ال رول التانية هيبقى ال vn نقص سبعة من عشرة هيديني ال vb وانا اصلا كنت جبت ال v a من المعادل اللي فاتت ال v a هنا مثلا كان بساعة من عشر اخوات ساعة من عشر نصاعة من عشر هيديني سفر هيبقى ال vb باقيه السفر خلاص طيب خلصتنا ال v a وال vb لو هو اصلا كان عايزي ال vd الفو بي 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 فال v اللي عايزة هي ال v b وال v بزيرو اوكي طيب هنعمل ايه ثاني هو عايز تقوم تلكرانت اللي بيعدي طيب انا عايز اعرف الكرانت اتجاهها ماشي منين لفين فهذا الكرانت يمشي من البوست بالنجاتي فانا معي كده ده 3 وده 7 من 10 فهو ماشي من هنا لهم بعدين 7 من 10 لسفر فماشي من هنا لهم بعدين من 7 من 10 لسالب 3 فهو ماشي من هنا مش بالاتجاه ده فبعندي الكرانت اللي في الفرعة ده بيساوي الكرانت اللي في الفرعة ده زائد الكرانت اللي في الفرعة ده طيب معي مثلا I3 بيساوي I1 زائد I2 ووهر ان I1 ده معنا الكرانت البعض بالدود الأولاني و I2 ده معنا الكرانت البعض في I2 هشوف ايه اللي ممكن اجيبه و يعني ونشوف ايه اللي ممكن بعد ما اجيبه اجيب منه التاني. طيب الاي سري سهل ان انا اجيبه يبقى عبارة عن ثلاثة ناقص سبعة من عشرة على الخمسة اوكي. فيطلع دي برقم. بعدين الاي واحد مش عارفة اجيبه لان انا ما عنديش مقامة الديود. عندي هنا ده ناقص ده بس مش عارفة المقامة الديود. فخلينا نجيب الاي تو مسلا. الاي تو يا اما تقول الفي اللي هنا. ناقص الفي اللي هنا على مقامة ده. زائد مقامة ده. اول ان تقول ده هو اصلا بيساوي اه الكرنت اللي يعدي. يعني سوري كده ممسح الحاجة دي. اه واي واي ماشي. الكرنت اللي بيعدي في دودة اثنين هو نفس الكرنت اللي بيعدي مقامة عشرة لانهما سيرز مع بعض. فاللو انت عايز تجيب اي اثنين هيبقى عبارة عن اه عبارة عن ايه عبارة عن البي بي اللي هي سفر ناقص ناقص ثلاثة على عشرة. اوكي? فانا كده أجبت الاي تو اه بعد كده أجيب الاي وان عبارة عن الاي سري ماينس اي وان الاي سري ماينس اي تو اجيب الاي اوان. اتلعني انه كله اكبر من زيرو الاي وان اكبر من زيرو والاي تو اكبر من زيرو. فهيبقى خمسة هو أصل موجودة فوق الاي واحدة يطلع بستة عشر من مية والاي اتنين هيطلع بثلاتة من عشرة والاي تلاتة هيطلع باي تلاتة المفروض بقى جمعوه يعني هيطلع ستة عربعة من مية يعني ستة عربعين من مية تقام كده والفي اي هذا يطلع بسعة من عشرة والفي بي طلع بزير تقام كده يعني القيم بس محتاجة ان اكتبها خلاص بس هي أصل موجودة هنا اللي هو ايه الرقم اي الدي وان والدي تو والفي بزيرو والفي بي يعني والاي بستة عشر هو بسماه هنا اي فكان هي قصدنا قصد على الايوان يعني بستة عشر وبس اللي هو كان طلب الاي اتنين كان نجيبناها احنا جيبناها كده كده يعني بالاي تلاتة او كنا محتاجين نجيبها عشان نجيبها كمتل كارنت يعني طيب ده بنسبة للبوينت ايه نحل رقم بي طيب بيقولك هنا يعني الدي وان از اوف والدي تو از اون يعني اصلا الحل الصحي كذا طبعا ما فيش حاجة اسمها اللي بلون الاحمر ده كده اللي كنت عشان انت هنحل لوحدك بس هو ما فيش حاجة اسمها يجي لك في رأس السؤال يقولك الاسمشن الصحي ايه هو طبعا ده مش منطقي يعني انا بس بنبديك يا انت نحل عشان لو حلت لوحدك في اما نقعد دلوقتي نحل ان الاسمشن اون و اون ونشوف ان هو غلط يا اما نقول ان نحل ان هو اوف و اون على طول ونحل يعني بس عمتا لو انت عايز تحل هيبقى قدامك انك تحل اي اسمشن ييك في بالك ولو بتلع الاسمشن مش متوافق مع الاركم تلعك مش متوافقة مع الاسمشن بتقدر ان انت تغير الاسمشن نحل نحلها عشان وقت الفيديو نحليها اوف و اون فخلينا نبترض ان الديوت ده اوف خلينا نقول ان دي اون اوف و دي تو اون ده معناه ان السيركت دي ان ده مش موجود وده معناه ان الكرانت الاي اللي واي بيسأل عليها هيكون بزيور يعني ما تسميه اي دي اون يعني ما تسميه اي اون ما هم سميه هنا اسمه اي هيساوي زيور لان انا انت قلت ان نوقف هتقلت اصي ان نوقف طيب السيركت هتتحول ازاي تبقى عاملة زي كده عندك مقاومة دايود مش عارف ايه كده مقاومة تاني دي ان سالب 3 تقريب ان هي شكل المسألة اللي فاتت يعني انت عندك النقطة دي هتسميها مثلا بي اي او سميها بي بي ونقطة اسمها بي اي او سميها بي اكس عادي وده وده الثلاثة بوستف اه معمش ايه ده وده عشرة وده خمسة وده خمسة وهو عايز يجيب كونت الكارنت اللي بيعدي لو عايز يجيب كونت الكارنت وخلاص ماشي بس انت لازم تثبت ان الاسمشن ده هو اللي صح فانت لازم تكمل واسم عايز ان تجيب الفي فعشان اجيب الفي هقول ان الكارنت اللي بيعدي هنا بيساوي الكارنت اللي بيعدي هنا يطلع لمعادلة معادلة ده يكون فهم متغيرين الفي اي والفي بي هستفد من الرول بتاعت ان الفي بي بي ساوي الفي اي ناقص عام عشر الفي اي ناقص عام عشر زي المسال فت بالضبط المسال فت اللي هو بي الفي اي ناقص عام عشر ده هتبقى قعدة والقعدة التانية اللي هي الكارنت في السيرس بيساوي بعضه هيبقى معاك ثلاثة ناقص الفي اي على العشرة هيساوي الفي بي الفي بي ناقص ناقص ثلاثة اللي هو زي الثلاثة على الخمسة دي معدتين في متغيرين حلهم يا اما ان انا امسك المعادلة دي بس وعود عن قمطة البي بي وحطت بدلها البي اين السبعة من عشرة تطلع احلة اجيب كمطة البي اي 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 عINGS اجيب كمطة البي بي واباعدين اا انا كنت خلاص جبت البي بي اللي هو عايزها اشوف بقى ممكن اجيب الكارنت ازاي اللي بيعد فيه الديوض التالي هنلاقيه بيساوي اه بيساوي ايه بيساوي نفس الكرنت اللي بيعدني مثلا في المقام والفقود لانهما سيريز معان هيبقى ال ID2 لازم طبعا ال ID2 يبقى أكبر مزير عشان أقول لأسامشن ده صح فال ID2 هيساوي 3 ناقص ال VA بعد ما تكون طلعت كمتها على العشرة لازم الرقم ده هو هيطلع عقوة مزيري ده هيطلع عقوة مزيري لو طلع عقوة مزيري يبقى انت كده ايه كروبت أسامشن يعني نشوف القيم ال V بتاع الديود الأولاني ال VA يعني ساعة من عشرة ال VB هيطلع بزيرو اللي هو قيمة ال V اللي عايزها وال I بتاع الديود الأولاني هيطلع بزيرو وال I بتاع الديود التاني هتطلع ب 37 من مية سوري ممكن نلمسح كده طيب ال I بتاع الديود ده نطلع ب 354 من مية وال V بتاع الديود التاني هتطلع ساعة من عشرة تمام وال V بتاع الديود الأولاني هتطلع ب سالب 53 من مية يعني دير كيم بس بعد ما هتحلها هتطلع لك الأرقام دي ماشي طيب ده كده بالنسبة للفيديو ده خلاص ده بالنسبة للشيد السؤال الثالث أو بيو السؤال الثاني أو بيو ده كان نتعامل في بيته قبل كده و المفورد الكونكولوجين إن أولا نعرف إيه هو الديود إيه فايدته إيه استخداماته أو الابليكيشنز بتاعته و السلوك بتاعه بيتعامل إزاي بنبص للديود على إنه هو يعني كأنه إنت مش هيك حاجة في السبكة كيفية الديود يعني بتبدأ تتعامل معه هو الأول الأساس يعني كأنه له بريورتي أعلى يعني يعني أنا مثلا عنده مقاومة وبعدين ديود يبقى بص على ديود الأول عند ديود وبعدين مقاومة يبقى بص على ديود الأول يعني إيه ديود هو قال له تأثير في السيركت كأنه بطارية يعني طبعا بريورتي أعلى من المقاومات أو من أي دفايز تاني في الآخر ديود بيشتخدم في إيه بيشتخدم فيه كبناء اللوجيك جيتس أو بيشتخدم كسوت شؤون وسوت شؤون أو إن هو بيعمل كليمتر إن هو ممكن يدخله حاجة مهما تدخله تطلع كما واحدة بس وهو بيشتغل سوت شؤون وسوت شؤون ممكن يخلي الكرن تعدي بس يكون قليل شوية أو يخلي بول تعدي بس يخليه برضو قليل شوية قليل سينة يعني فدي برضو حاجة يعني هو مثلا هنا مثلا هنه نكتب كده يا إما يدخلي كنت متخلي مثلا عشرة يطلع لي عشرة تسعة وثلاثة يبقى أول ما أصبت يا إما تدخلي عشرة وأنا أغرق لك حاجة ملاش عليك خلص بعشرة اللي هو سبعة من عشرة دي اللي كان بتطلع رقم كونستانت ده اللي هو كده لما كان بتطلع لي حاجة زي كده تمام؟ هو بولا تعمل لي سبعة من عشرة يعني طلع رقم كونستان فديه الشهر سويتشون ويقلل أو يقلل شوية بس هو مش سويتشون بيور يعني سويتشون أو طبعا ممكن يستغل كسويتشوف أني أنت ممكن تدخله عشرة يطلع لك سفر أصلا لو أنت بصلت له وطلع لك سفر وده اسم مليمتر لو قدرت تتحكم في أنه هو لما يكون داخلك حاجة بيطلع بيطلع أوضبط بحيث أنه أكت زي اللوجيك جيتس يبقى هو الديود ممكن يستخدم ممكن يدخل أكثر من ديود تماما لسه ما شرحناه برضو ممكن يستخدم فيه بناء اللوجيك جيتس أنه ممكن باستخدام اثنين ديود مثلا ومقاومة بتدخل لإمبوت بطلع لك أوضبط وبقاكت كأن أنا أنت أو أور أو إكس أور أو وطيفا فهو الاتنين ديود ممكن يستخدموا في بناء اللوجيك جيتس أو يعني ديود بأي عدد يعني نعم؟ ده الكونكلوزن بتاع الشيط الستة نعم؟ نتقابل بقى في فوديو تاني إن شاء الله نعم؟ 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 نعم؟たة